يواصل الجنيه استقراره أمام الدولار في مختلف البنوك الحكومية حيث سجل سعر شراء الدولار 17 جنيها و95 قرشا وبلغ سعر البيع 18 جنيها و5 قروش بينما تراجع سعر شراء اليورو ليسجل 19 جنيها و92 قرشا وبلغ سعر البيع 20 جنيها و23 قرشا كما انخفض سعر الجنيه الاسترليني حيث سجل 23 جنيها و20 قرشا للشراء و23 جنيها و53 قرشا للبيع اشتركوا في القناة